هنروح لجنوب أفريقيا بس هنرجع على طول يعني نروح كواليس بأسة الأهلي وزميلنا العزيز طبعاً انتواجد هناك مع البعثة فاروق صلاح فاروق منجور عليك أكيد بنسبح عليك ومحتاجينك تضمننا أكتر وتقولين الاستعدادات بقى على الأصعدة المختلفة فنياً ونفسياً والاجتماعات والكواليس والجدول النهاردة إزاي وطبعاً هما استأنفوا تدريباتهم صباح اليوم خلينا نعرف منك كل ده اتفضل يا فاروق صبح على كريم وصبح طبعاً على القيمة الأهلوية اللي بنعتز بها طبعاً الدكتور عدل كريم واحد من اللي احنا دايما بنعتز بيهم وبصبح على كل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادلالي في كل مكان خلاص نهواند بدأنا والفريق طوى تماماً صفحة مباراة ماميليدي ساندونز وبدأنا التحضير طبعاً لمباراة القطن الكاميروني اللي بنأكد على أهمية هذه المباراة وصعوبة هذه المباراة بالنسبة لعبن للنادلالي مباراة بتجي في توقيت صعب جداً بعد تجاوء يعني بعد مباراة وهذيمة أمام فريق ماميليدي ساندونز ولكن مفيش بديل أمامك سوى الفوز في هذه المباراة وأحراز الثلاثة نقاط وانتظار القادم من المباراة بإذن الله لكن إن شاء الله لعبن للنادلالي إن شاء الله يكونوا قادرين إن شاء الله على وجود يعني ندرنول أي 11 لعبة يكون موجود في الملعب إن شاء الله يتحلوا بشخصية النادلالي اللي أعتقد بيبقى كلمة السر في كتير من المناسبات منذ قليل يا نهواندي يعني لو هنتكلم طبعاً على تفاصيل اليوم طبعاً بالأمس كان مستر مارسل كولر منح اللعبين راحة سلبية اكتفى طبعاً بيه بالجانب الاستشفائي للعبين طبقاً طبعاً ليه البرنامج الاستشفائي الكامل اللي وضعه مع رئيس الجهازة الطبي الدكتور أحمد أبو عبلة وبالتالي الفريق لم يؤدي تدييب بالأمس النهاردة الفريق هيستقنف تدريباته يعني يبقى التحرك من من فندق اللقامة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ثم التوجه إلى ملعب جامعة بريتوريا وإداء التمرين يكون في تمام الساعة السنية عشر والنصف على ملعب جامعة بريتوريا منذ قليل كان أجرى المسحة الطبية الخاصة بالدخول إلى الأراضي الكاميرونية طبعاً دكتور عادل يعني أكيد يتكلم في هذا الأمر أن الكاميرون فيه بروتوكول الموضوع ممنوع الدخول إلى الكاميرون دون إجراء مسحة طبية لذلك أفراد البعثة بالكامل في النادي الآلي أجروا المسحة الطبية قبل التوجه إلى الكاميرون غداً بإذن الله طبعاً الفريق هيأدي مرانه اليوم وتدريبه اليوم على ملعب جامعة بريتوريا عايزة أطميني خلاص على حالة العيبة عايزة أطمينك على بالتحديد المصابين محمد عبد المنعم خليني أنا وانت أكد لك جاهزية محمد عبد المنعم لمباراة القطن الكاميروني زي ما صرح لنا وأكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلا جاهزية محمد عبد المنعم خلاص إن شاء الله واحد من العناصر اللي يكون موجود معنا في هذه المباراة أيضاً جاهزية حسين الشحات إلى جانب طبعاً خالد عبد الفتاح طبعاً مع عودة عمرو السلية وأحمد عبد القادر اللي شاركه على يعني اللي دقائق فيه مباراة ماميلي دي سانداونز فريق طبعاً نهاردة زي ما قلنا هي قد تمرينه على مالعب جامعة بريتوليا بريتوليا ثم واجبة الغداء تكون في تمام الساعة الثالثة والنصف مستر مارسل كولر هيعقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين في تمام الساعة السابعة والنصف للحديث عن كل التفاصيل والأمور الخاصة بمباراة القطن الكاميروني تفرجوا تابع على كل المباراة الخاصة بفريق القطن الكاميروني ووقف على نقاط القوة والضعف والنهاردة هيعقد محاضرة مع اللعبين غداً بإذن الله هيكون المران الأخير للنادي الأهلي في جنوب إفريقيا صباحاً قبل التوجه والصفر إلى الكاميرون وبالتحديد جروة اللي هيكون في تمام الساعة الثانية زهراً إن شاء الله الفريق هيقدي مران صباحي ثم التوجه إلى جوانيس بيرج اللي بتابعوا عن بريتوليا بـ 45 دي ومن ثم استقلال الطائرة الخاصة من جوانيس بيرج إلى مطار جروة إن شاء الله في رحلة طيران هتستغرق لأربع ساعات ونصف إن شاء الله يعني كل الأمور وكل الكواليس والترتيبات اللي بتتم من خلال رئيس اللي باعثة النادي الأهلي عضو مجلس إدارة أستاذ طريق أنديل مع معالي السفير متحة المليجي صفير سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون والتنسيئات والترتيبات اللي بتتم الاستقبال اللي باعثة النادي الأهلي أيضاً يعني طبقاً برضو للأمور الطبية اللي بيأكد عليها الدكتور أحمد أبو عبلة الفريق بدأ من اليوم أول باعثة بالكامل بدأت طبعاً يعني فيه يأخذ الحبوب الخاصة بالمالاريا طبعاً طبقاً ليه الاحترازات الطبية اللي وضعها الجهاز الطبي اللي اللي ندي لأيلي بطمنك أيضاً يعني هوندر حالة نفسية خلاص اللعيبة أزعل موجود ومش هنقدر ننكر إن الزعل مش موجود لا الزعل موجود ولكن عندنا مرحلة أهم عندنا المباراة القطني اللي الكاميروني يعني هنركن الزعل شوية لكن عندنا لنحن مباراة القطني اللي الكاميروني لازم نحقق فيها الانتصار وإن شاء الله إن شاء الله ننتظر إن شاء الله القادم من المباراة مباراة الهلال وأيضاً هننتظر مباراة الهلال مع ماميليديو ساندوانس نتمنى كل الخير ويبقى فيه بداية زي ما كنا نتكلم يا فاروق لمصلحة الجماهير ويكون فيه الأداء اللي يليق طبعاً بالنادي الأهلي اللي احنا نعرفه بإذناء كل الخير وتحياتنا ليه بقى البعثة يعني سلم لنا عليهم وقلوهم إن أكيد كل الجماهير الأهلوية بتدعي وفي ظهرهم موثقين إن شاء الله إنه هتكون مطش ومباراة حلو وعلى صعيد هنا النتائج وأكيد الأداء نتابعين معاك لحظة بلحظة لغاية المباراة إن شاء الله يوم الجمعة قبل وبعد كمان المباراة وتقطعتنا أكيد مستمرة على قناة نادي أهلي شكراً لك زي منا العزيز فاروق صلاح